على الرغم من أن قمة العشرين في المقام الأول منصة الاقتصادية لكن القضايا العالمية الساخنة دائما تجد طريقها إلى جدول أعمالها بسبب التشابك الطبيعي بين السياسة والاقتصاد قضايا عدة ستكون على جدول أعمال قمة العشرين التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية بحضور أبرز قادة العالم ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية حيث يتضمن جدول أعمال القمة العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على رأسها الحالة الراهنة للاقتصاد العالمية والنمو المستدام والتنمية وتغيير المناخ والاستثمار والتجارة والطاقة ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض وتسعى قمة أنطاليا إلى تطوير استراتيجيات جديدة لمساعدة الدول الأكثر فقرا من العالم والحد من التفاوت العالمي وفي نفس السياق يعد الاستثمار أمرا بالغ الأهمية لخلق فرص عمل جديدة وهو مهم أيضا لتعزيز التجارة العالمية ودعم الابتكار وكيفية خلق تكامل بين الاستراتيجيات الاستثمارية والتنموية التي تتبنىها كل دولة بالأضافة إلى ذلك سيناقش القادة قضية الإرهاب العالمي وأزمة اللاجئين الآخذة في الاتساع والتي تمتد الآن من أفغانستان والصومال وليبيا حتى سوريا خاصة أن أوروبا شهدت تضفق عشرات الآلاف من اللاجئين إلى أراضيها خلال الأشهر الأخيرة الأزمة السورية ستكون حاضرة بقوة في الاجتماعات خاصة في ضل مشاركة كل من الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والرويسي فلاديمير بوتين والذين تختلف رؤية كل منهما في سبل حل الأزمة لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية أكد أنه رغم أن القمة ستناقش الأزمة السورية لكن من غير المتوقع الوصول لحل لها خلال اجتماعات مجموعة العشرين وذكر المتحدث أن البيانة الختامية للقمة سيتضمن المسائل الاقتصادية والتنمية العالمية والتغير المناخي والإرهاب وقضايا أخرى وتمثل دول مجموعة العشرين تسعين في المائة من الاقتصاد العالمية وثمانين في المائة من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم وبدأت المجموعة في تنظيم اجتماعتها على مستوى القادة منذ الأزمة المالية العالمية عام الفين وثمانية بعد أن بات العالم قرية صغيرة أصبحت التحديات العالمية تتطلب التفاهم والتشاور بين الجميع فما يحدث في دولة أو إقليم يتردد صداء في كافة أنحاء العالم ويأمل المراقبون أن تكون قمة أنطاليا فرصة لسياغة جدول الأعمال العالمية من أجل الصالح العامل الشعوب